قصت كنائس العراق بدءا من بغداد مرورا بقرى سهلينين والمحررة وصولا إلى أربيل كردستان بالمؤمنين الذين وفدوا إلى كنائسهم ليشهدوا على أجمل حقيقة في البشرية هي قيامة المخلص أطفالا شيبا وشبابا وكهنة طافت بهم الكنائس وغمرتهم الصلوات والثلاثي الخاصة بعيد القيامة كما رفعت الشاشات العملاقة في ساحات الكنائس ونصبت الخيم لكي يتسنى لكل المؤمنين متابعة الصلوات وقضى ديس الفصح وشددت الكلمات والعزاة التي تليت على أهمية أن تحمل قيامة المخلص قيامة العراق الجريح وأن تحمل معها بزور الخير والمحبة والسلام والطمأنينة وراحة البال مقابل ذلك وإذا ما تعمقنا أكثر بمشهدية القيامة علينا أن نتحدث عن قرى سهلينينوى التي أحيت القيامة وسط التدمير الذي ألم بها لكن شعبها نطق كما حجالة الإيمان فيها بعبارة المسيح قام كل شيء في هذه القرى القوش تلسقف بارطلة قرى قوش كراملس يشهد على قيامة مخلص بدءا من إعادة الإعمار فتح المحال التجارية عودة الحياة الاجتماعية بين الأهالي إزالة العبارات المسيئة لكرامة الإنسان وللكنيسة إعادة زرع المحاصيل الزراعية وفتح المدارس نعم إنها قيامة متعمة بجرح كبير ولكنها تحققت بعد سنوات من التهجير فهل ستبقى قيامة هذه القرى قائمة كقيامة السيد المسيح؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر